هنا سؤال من أراد دراسة كتاب در تعارض العقل والنقل فهل عليه بالمقدمات المنطقية؟ لا كتاب در تعارض العقل والنقل بإجماله يحوي أمرين الأمر الأول بيان وإثبات والتدليل على العقيدة الصحيحة وهي عقيدة السلف الصالح فهذا نافع لك في بابك القسم الثاني وهو بيان حجج أهل الكلام في الرد على الفلاسفة وحجج الفلاسفة في الرد على أهل الكلام وبيان أن أهل الكلام لا يصلح في الرد على الفلاسفة وبيان أن رد الفلاسفة على أهل الكلام يلزمهم بالرجوع إلى عقيدة السلف ثم بعد ذلك رد على الجميع شيخ الإسلام من الفلاسفة وأهل الكلام هذا ملخص الكتاب وبالتالي القسم الثاني سوف تجد منطق ومصطلحات غريبة وعجيبة وصعبة وإذا عكفت على دراستها فلا ينفع كذلك إلا في حالة واحدة أنك أصبحت تريد أن تنقض أصل وأصول أهل البدع الذين هم أصلا كثير منهم لا يعرفون هذه المصطلحات في هذا الزمان فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فعندها سوف تجد نفسك تلقائيا تعرفت على مصطلحاتهم وكلامهم ولكن يسبق ذلك قراءة ودراسة لكثير من معتقداتهم فبالتالي العمر قصير لا يتحمل أن تخوض في مثل هذا وشيخ الإسلام كتب الضر في آخر حياته والمجلد الأول عندما قرأته تلذذ واستفت وكان فيه شيء من الصعوبة ولكن عندما جاء المجلد الثاني وبدأ يذكر حجج أهل الكلاف في الردع الفلاسفة ويبين أن هذه الحجج لا وزن لها زهدت في تتمة القراءة فوجدت العمر قصير ولا يحتمل مضيعته في مثل حجج تكاد تكون لا نراها في زماننا ونص الله ألا نراها